موسيقى بدأ حلف شمال الأطلنطي تدريبات عسكرية لاختبار منظومته للردع النووي في أوروبا وأكد الحلف أن هذه التدريبات تمثل تدريبا منتظما ومكررا ولا علاقة له بالأحداث العالمية الجارية وتجرى هذه التدريبات الروتينية التي أطلق عليها اسم ستيد فاسنون في منطقة جوية واسعة فوق بلجيكا وبريطانيا بمشاركة 60 طائرة من بينها قاضفات أمريكية بعيدة المدى أعلن الجيش الروسي عن إصابة جميع أهدافه في أوكرانيا بعد ضربات استهدفت منشآت حيوية في ثلاث مناطق وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة وصلت شن ضربات جوية وبحرية بعيدة المدى بأسلحة عالية الدقة وذلك على منشآت القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا وجميعها حققت بدقة أهدافها أعلنت الرئاسة الأوكرانية تعرض العاصمة كييف لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يارماك قال إن سلسلة انفجارات هزت وسط العاصمة من جانبه قال حاكم منطقة دينيبرو بيتروفيفك قال إن حريقا هائلا شب في منشآة للطاقة في المنطقة بعد إصابتها بصاروخ مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية دمرت ثلاثة صواريخ روسية كشفت المخابرات البريطانية أن المشكلات اللوجستية التي تواجه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أصبحت أكثر حدة بعد الأدرار التي لحقت بالجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية أنه مع ضغوط الوجود الروسي في خرسون وتدهور طرق الإمداد عبر القرم أصبح خط الاتصال الأرضي في زابوريجيا أكثر أهمية لاستمرار الوجود الروسي حذرت وزارة الخارجية الألمانية مما وصفته بحرب هاجينة تخوضها روسيا وتسعى من خلالها لشق صفوف الدول الأوروبية عبر تشجيع تطافق اللاجئين إلى أراضي هذه الدول ومنذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا سجلت ألمانيا دخول أكثر من مليون لاجئ إلى أراضيها غالبيتهم من الجنسية الأوكرانية من جديد تبرز أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا التخوفات هذه المرة ليست من دول الشرق الأوسط وإنما من داخل أوروبا نفسها وزيرة الخارجية الألمانية أنا بيربوك حذرت من حرب وصفتها بالهاجينة تخوضها روسيا يمكن أن تؤدي إلى شق صفوف أوروبا عبر تشجيع تدفق اللاجئين إلى أراضي القارة العجوز وتتخوف الوزيرة الألمانية بشكل خاص من تدفق لاجئين من دول أخرى غير أوكرانيا متهمة دولة صربيا بالمساهمة في ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا بشكل كبير وتنتقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صربيا هذه الدولة البلقانية لكونها بوابة عبور إلى الاتحاد أمام مهاجرين من شرق أوروبا وأسيا وحتى شمال أفريقيا وكانت ألمانيا استضافت وحدها حوالي مليون لاجئ عام 2015 وهو تدفق كبير سهم أيضا في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أحصت ألمانيا دخول أكثر من مليون لاجئ إلى أراضيها غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال من الجنسية الأوكرانية وهو ما يضع حملا ثقيلا على ميزانية البلاد التي تئدن بالفعل بسبب زيادة أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا وصول جنود روس إلى البلاد وأكدت الوزارة أن 400 دبابة ومدرعة وناقلة جنود روسية انضمت إلى القوات المشتركة وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن القرار اتخذ وينفذ فقط من أجل تعزيز الحماية والدفاع عن الحدود للدولتين نتيجة النشاط الجاري في المنطقة الحدودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر